فواقعنا الشيعي قذارته وفساده ونجهسته أكثر من الواقع السني بكثير بكثير لكن ما يظهر في الشارع السني من حديث عن فساد خصوصا في الفترة الأخيرة السبب فيه ليس للسيستاني من سلطة هناك كي يصدر الفتاوى في تحريم فضح الفاسدين من وكلائه من وكلائه من أصحاب العمائم أو من وكلائه من السياسيين السفلة الذي يجري في الشارع السني والذي يجري في العالم الافتراضي السني أيضا في عالم الإنترنت هناك تسريبات هناك الكثير من فضائح الفساد هناك الكثير من الوثائق هناك الكثير من التسجيلات الصوتية هناك الكثير من الفيديوات سبب انتشار هذه الأشياء في هذه الفترة أولا الاضطرابات في كل العراق هناك اضطرابات في كل العراق على المستوى السياسي وعلى المستوى القضائي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي هناك اضطرابات تتنفس هذه الاضطرابات عبر الإعلام وخصوصا عبر الإنترنت هذا أولا وثانيا هناك خلافات محتدمة بين السياسيين وبين السياسيين ورجال الدين في الواقع السني في العراق وهذا شيء معروف الحرامية من يتعاركون تطلع البوقة إذا اختلف اللصوص بانت السريقة حرامية من يتعاركون تطلع البوقة وثانثا ليس عندهم سيستاني كهذا البلاء الذي عند الشيعة كي يصدر الفتاوى بالتستر على القذارة الشيعية حفاظا على سمعة الطائفة فخليها امحشاية بخراها خلي طائفة امحشاية بخراها هذا هو الذي يجري في الشارع السني الأمر قد احتدم احتداما واضحا فماذا يصنع السياسيون لتغيير لتغيير وجهة بوصلة الشارع السني لا بد من اثارة موضوع يلهب عواطفهم ورجال الدين مستعدون لهذا الأمر هؤلاء آلات تشتغل بالدفع فإذا ما دفع السياسيون لهم أو قدموا لهم التسهيلات فإنهم مستعدون للعمل بأي طريقة كانت هذا الحال يشترك فيه رجال الدين السنة ورجال الدين الشيعة ورجال الدين الشيعة أقبح وأقذر وأوسخ من رجال الدين السنة من هنا فإن إمامنا الصادقة صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد هكذا تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذا الكلام واضح وصريح عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن مراجع التقليد عند الشيعة عن المراجع الكبار الذين تقلدهم الشيعة لأن الإمام يتحدث عن ضلال الشيعة بسببهم فالإمام لا يتحدث هنا عن مراجع التقليد الصغار يتحدث عن المرجع الأعلى ومن كان في درجته كالمراجع الثلاثة الكبار الذين هم عند الشيعة في صف المرجع الأعلى هؤلاء هم الذين أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه بسبب الكذب والدجل والتضليل والتثويل الذي يقومون به ومن هنا ضلت الشيعة بضلالهم ضلوا وأضلوا الشيعة هكذا يصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الأجواء السنية في العراق محتدمة محتدمة بسبب الخلافات فيما بين السياسيين وبسبب الخلافات فيما بين السياسيين ورجال الدين وبسبب الخلافات فيما بين شيوخ العشائر أيضا ظهرت الفضائح فماذا يصنع السياسيون على سبيل المثال أحمد عبدالله الجبوري من الوجوه السياسية المسيطرة المسيطرة في الواقع السني العراقي ظهرت رائحة فسهده لم يبقى أحد إلا وشم تلك الرائحة الكريهة أبو مازن هكذا يعرف هذا مثال بإمكانكم أن تجدوا ذلك واضحا على الشبكة العنكبوتية في الجو الشيعي هناك حديث عن شيء من الفساد ولكن على استحياء لماذا لأن السيستانية يمنع ذلك يحرم الحديث عن فساد مؤسساته وعن فساد وكلائه القذرين وهناك الرعب الرعب والإرعاب في الجو الشيعي صار أكثر من الرعب والإرعاب في الجو السني عمليات الإغتيال متواصلة وعمليات الخطف متكاثرة التهديد في الأجواء الشيعية في كل مكان هذا هو الذي يجري الآن محمد رضا السيستاني بث عيونه وجواسيسه في الحسينيات في المواكب في المساجه وأصدر أمرا إلى وكلاء أبيه أن يتجسس على الجميع وصلت الأخبار إليه من أن الشارع الشيعي لا يحترمهم من أن الشارع الشيعي يتحدث عن جهلهم يتحدث عن فسادهم يتحدث عن ما كذبوا به في الجانب الديني وعما كذبوا به فيما يرتبط بالأوضاع السياسية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعراقيين عموما وللشيعة خصوصا الشارع الشيعي يتحدث بعيدا عن هذه المرجعية الفاسدة الضالة قطعا الدخيون من أتبائهم ربما تصدر منهم بعض الكلمات لكنني أشير هنا إلى غير الدخيين من أتباعهم وإن كان الدخيون من أتباعهم يتحدثون أيضا عن فساد أولاد السيستاني وخصوصا محمد رضا وعن فساد أصهار السيستاني وعن فساد وكلائه ومؤسساته وعن فساد العتبات المقدسة التي هي مؤسسات تابعة للسيستاني إلا أنهم يقولون من أن السيستانية لا يعلم بذلك رجل كبير ومريض محمد رضا حجب عنه الأمور وكل الأمور تجري بيد محمد رضا هذا صحيح لكن السيستانية يعلم بكل التفاصيل المجرم الأول هو أما محمد رضا يأتي تبعه الفاسد الأول هو كل البلاء الذي حل بالشيعة من تحت رأسه من تحت عمامته العباسية الإبليسية هذه هي الحقيقة المقشرة إلى أين أريد أن أصل بكم أثار سياسي السنة قضية قصيدة مل باسم وإلا ففي القصائد الكثيرة التي قرأها مل باسم عبر السنين عبر السنين الطويلة فيها أكثر وأكثر وأكثر وفيها ما هو أجرأ وأجرأ وأجرأ من هذا الذي جاء مذكورا في قصيدة من حبر الصحيفة لكنهم جعلوا منها قميص عثمان جعلوها وسيلة وركزوا الحديثة عن مل باسم لشهرته ولكثرة محبيه ومتابعيه وجعلوا هذا الأمر في أيام الأربعين حكاية مقصودة أرادوا أن يغير اتجاه بوصلة الشارع السني نحو الصحابة والحديث عن الصحابة وماذا يقول الشيعة عن الصحابة الشيعة يقولون عن الصحابة أكثر مما قاله مل باسم وقاله عبد الخالق المحنى وما ذكرته في الحلقتين الماضيتين هو أضعف بكثير مما تقوله الشيعة في حق الصحابة اللعناء الذين قتلوا العترة الطاهرة لا في حق كل الصحابة الصحابة الأوفياء لرسول الله نحن نتشرف ونتبرك بتراب أحذيتهم والذين لم يتورطوا في قتل العترة لا شأن لنا بهم نحن نتحدث عن الذين قتلوا العترة الطاهرة هؤلاء هم الذين نلعنهم ونتبرأ منهم وهذا ما هو بأمر جديد منذ أن كانت الشيعة تفعل هذا وإلى يومنا هذا ولن يتغير الأمر أكانوا يتحدثون عن مل باسم أم يتحدثون عن غيره هذه لعبة وهذه حيلة وهذا تضليل وتثويل للشارع السني من قبل سياسيه ومن قبل رجال دينه لأنهم يريدون للشارع السني أن لا يلتفت إلى هذه الفضائح أتحدث عن فضائح فساد المسؤولين وفساد رجال الدين في الأجواء السنية محمد رضا وجدها فرصة سانحة فحرك جلاوزته للنفخ في هذا الموضوع النفخ في هذا الموضوع في الأجواء الشيعية ما بين مؤيد لمل باسم وما بين مستنكر عليه وراءه عمامة سوداء إنها عمامة محمد رضا العمامة العباسية الإبليسية السيستانية من الطراز الأول فالسياسي والسنة ورجال دينهم بحثوا عن ذريعة فوجدوا قميص عثمان في هذه القصيدة وقاموا ما قاموا به من نشاط أنتم تعرفونه يمكنكم أن تطلعوا على تفاصيله على الشبكة العنكبوتية النجف وتحديدا محمد رضا اقتنص الفرصة فنفخ في الموضوع لأي شيء حتى يطرح قانون في البرلمان في هذا البرلمان في البرلمان القادم حتى يطرح قانون لمعاقبة الذي يسيء إلى الرموز الدينية معاقبة شديدة ويدخلون المراجع في الرموز الدينية وربما يدخلون أهلاد المراجع وأصهار المراجع وربما يدخلون العمائم السوداء من الصف الأول من اللواطين والزنات والخميرين والفاسدين هذه الوثائق التي تثبت قبائحهم صخم الله وجوهكم يا هتلية يا سرسرية نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر